مرحبا بكم جميعا المهارة الجديدة من مهارات اللغة العربية التي سوف تقدم في هذه المحاضرة هي الرسائل والرسائل نوع من أنواع الكتابة التواصلية وهي أنواع وهي من أهم وسائل الاتصال بين البشر عبر التاريخ ولذلك فإنه يجب أن تتحقق فيها بعض الشروط أولا السلامة اللغوية السلامة اللغوية بمعنى أن تكون اللغة سليمة من جهة النحو واللغة والإملاء بحيث يسهل على المتلقي فهمها فيتنبه الكاتب الذي يكتب الرسالة لقواعد اللغة حتى تصل رسالته التي يبتغي إيصالها على الوجه المطلوب ثانيا من شروط كتابة الرسالة جودة الأسلوب ومعنى ذلك أن يحسن كاتب الرسالة ترتيبها وتنظيمها وتنسيقها وتنظيم أفكارها ومن ذلك أن يكون الخط جيدا أن تقسم هذه الرسالة نصها مضمونها إلى فقرات مناسبة وفي بداية كل فقرة يعني هذا فيما يتعلق بالرسائل الطويلة لأن هناك رسائل قصيرة نحن ممكن هذا الكلام ينطبق أكثر على الرسائل الطويلة ففي بداية كل فقرة من الرسالة يضع فراغا مسافة تقدر بكلمة وفي نهاية كل مقطع أو كل فقرة يضع نقطة وهذه علامة من علامات الترقيم سبق أن تكلمنا عنها وهي التي تشير إلى نهاية الكلام وكذلك من جودة الأسلوب أن يكون الكلام على قدر الحاجة فلا يطيل طولا زائدا ولا يقصر قصرا مخلة الطول الزائد سيجعل الرسالة مملولة ويجعل قارئها يعني يستثقلها فربما لن يقرأها ربما حتى لن يقرأها بمجرد رؤيته لطولها وكذلك عندما تقصر الرسالة بشكل مبالغ فيه فإنها لن تلتفي بغرضها ولن توصل ما أنشئت لأجله كذلك من جودة الأسلوب أن تبنى الرسالة أو أن يحسن كاتبها بناءها بحيث ينظم الأفكار فيها تنظيما دقيقا محكما ولا يقع في الاستطرادات غير اللازمة الرسائل فن أدبي قديم وكما أسلفنا قبل قليل فإن لها أضربا كثيرة من ضروبها أو أنواعها الرسائل الإخوانية والرسائل الإدارية ورسائل الإعلام الجديد هناك أيضا الرسائل العلمية ممكن مثل ما نجد في رسائل الجاحظ كانت تطلق على الكتب مسميات الرسائل نبدأ بالتعريف بما بين أيدينا هنا أولا الرسالة الإخوانية الرسالة الإخوانية هذه رسالة ليست رسمية يعني ليست على نطاق إداري وإنما هي بين الأشخاص شخص يرسل لصديق لأخ لزميل غير ذلك لأنها ليست رسمية فإنه يكتب فيها الكاتب ما يشاء ويبدي فيها مشاعر بكيفية التي يريدها لكن بعد ظهور وسائل المواصلات الحديثة والمهاتفات الصوتية المباشرة بين الطرفين تراجع هذا الفن تراجعا حادا ما سبب تراجع الرسائل التي كانت ترسل بين الناس ورقيا هو وجود أو توفر وسائل للتواصل أسهل نحن دائما نريد أن نسلك الطريق الأسهل فلو عدنا لطريقة الكتابة الورقية وهذا سيكون شاقا إذا قارنناه بما بين أيدينا من التقنيات ثانيا الرسالة الإدارية وتسمى المعروضة كل رسالة تتصل بشؤون الدولة أي أنها رسائل ذات صبغة إدارية كما قلنا فهي ترسل من مسؤول إلى آخر أو من غير مسؤول إلى مسؤول من مسؤول إلى آخر رسائل الإدارية داخل الإدارات مثلا مدير مثلا كلية معينة يرسل لكلية أخرى بطلب معين أو بتنبيهات معينة بملاحظات بشكوى ممكن أيضا أن تكون من غير مسؤول إلى مسؤول أو حتى من مسؤول إلى غير مسؤول يعني ممكن مثلا الأستاذ يرسل إلى الطلاب تنبيهات معينة يعلن لهم عن أشياء معينة في صورة رسالة ممكن أيضا الطلاب يرسلون إلى الأستاذ أو يرسلون إلى رئيس القسم أو يرسلون إلى العميد أو كذا هذه كلها من قبيل الرسائل الإدارية وهي تسمى كما قلنا المعاريض أو مفردها المعروض لا يقتصر الاهتمام فيها على مضمون الرسالة فحسب بل يجب العناية بالشكل الخارجي معنى هذا الكلام أن العناية فيها ليس مثل ما في الرسائل الإخوانية أننا ننمق اللغة الداخلية وكذا لأنها ذات هدف وجداني عادة الرسائل الإخوانية أما الرسائل الإدارية فإنها ذات هدف وظيفي ولذلك فإنه لا يعتنى فقط بمحتواها بالمضمون أو الغاية من كتابتها بل أيضا يعتنى بالأمور الفنية فيها الجوانب الفنية مثل أين يكتب التاريخ أين يكتب العنوان التوقيع إذا احتجنا مرفقات ما إلى ذلك مما يكتبوا في هذه الرسائل ترجمة نانسي قنقر